بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعاً ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم في منتدى مصر للتعاون الدولي في نسخته الثانية وأيضاً أرحب بكل المتحدثين اللي كانوا موضوعيين وأيضاً كانوا ملهمين في تناول هذه القضية المهمة الخاصة بتغير المناخ وأتصور أن المنتدى اللي اتعمل في سبتمبر السنة اللي فاتت وأيضاً هذا العام اللي احنا حاضرين دلوقتي تصوره بيشكل قوة دفعة متزايدة بشأن الاستعداد لصدافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم الخاص بهذه القضية بيأكد أيضاً الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ اللي ابتلت تبقى موجودة في وجدان وفكر العالم دلوقتي وتأثيرها وأقدر أقول أنها بقت أيضاً على أولويات أجندة التنمية المستدامة الحقيقة المؤتمر أو المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير التغير مناخ لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل ورغم أن أنا بأتفق مع الكلام اللي بيتقال أن مجابهة التغير أو مجابهة تكلفة التغير أفضل كتير من التكلفة اللي حيعملها التغير نفسه وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنوياً للتخفيف من حد التغير المناخ بحلول عام 2025 البلدان النمية محتاج الرقم ده رغم أن هي إذا بنتكلم على أن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الأثار فأتصور من العدالة والموضوعية أيضاً أن المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي نحن نتكلم عليه دلوقتي أيضاً نحن مهم أوي التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكايف فنحن نقول أن أفريقيا هي الأكثر تضروراً رغم أن هي الأقل مساهمة في الآثار النجمة أو الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ رغم أنها الأقل لكن الأكثر تأثراً وبالتالي نحن محتاجين أيضاً أن يكون هناك رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في هذا المجال اسمحوا لي كمان أنا أقول لكم نقطة تانية أن إن شاء الله مصر في إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم هذا المؤتمر بيأتي في سياق زي ما قلت كده عالمي يتسم بتحديات متعقبة وده الحقيقة بيضع على عتقنا مسئولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان التي تؤثر هذه الصعوبات التي نحن نتكلم عليها على وطير التنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة التغير المناخ والتي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت في جلاسجو العام الماضي مصر اسمحوا لي أننا أتكلم عنها كانت من أوائل الدول التي وضعت وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية وأنا عايز أقول لكم يعني مش عشان يعني أقول أننا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد واتحركنا فيه بفعليها كبيرة جدا في كافة المجالات وأنا أقول لكم أننا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة وأنا أتكلم أن حياة كريمة ده رقم اتحط ساعتها ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة لكن الهدف منه أنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان ونحن هنا بنتكلم على مية شرب وبنتكلم على طاقة وبنتكلم على صرف صحي وبنتكلم على معالجة مياه وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مص ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي أن يمكن تكون في تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج معالجة المياه أكتر من مرة معالجة سلاسية متطورة تتيح استخدامها تبقى للمعايير منظمة الساحة العالمية أنا بتكلم على برنامج وطني ضخم جدا جدا للاستفادة من كل نقطة مياه وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلاوث للبيئة أو للبحيرات أو حتى للبحر المتوسط فأنا بس بقول إن ده كان جهد مصر بتبزله ومازال وإحنا يمكن المرحلة الأولى ستنتهي هذا العام وإن شاء الله المرحلة الثانية نتلقى في أول العام القادم ثم المرحلة الثالثة والأخيرة اللي بقول تاني لستين مليون أكتر من نص أو حوالي نص سكان مصر في هذا المجال برضو يعني مهم أو إن إحنا نشير الأهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالي من الإمبعاثات الحرارية وإحنا هنا في مصر أيضا في النقطة دي عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقلل جدا من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الاحفورية بكل أنواح وبالبناسبة إحنا لدينا الفرصة إن إحنا يعني نولد عشرات الآلاف من الميجوات من هذا المجال سواء كان بطاقة رياح أو طاقة شمسية لدينا يعني إمكانيات ضخمة جدا جدا تستطيع مصر من خلالها إن هي تساهم مساهمة جيدة في إنها تقدم طاقة نظيفة سواء كان الطاقة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر وده جوه اللي احنا نشغالين فيه برضو بشكل كويس اسمحول أقولكم أن احنا أيضا أطلقتنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 واللي هي بترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة بالإضافة إلى اطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي اللي يمكن أن أعلنتها الدكتورة وزارة التعاون الدولي لحجر التمولات بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنين بقضية تغير المناخ زي ما قلت كده أن احنا لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة إحنا عندنا محاطة بنبان في أسوان دي ممكن من أكبر محاطات إنتاج الطاقة الشمسية ومستمرين في هذا المجال إحنا تكلمنا أيضا على أن العاصمة اللي موجودين فيها دلوقتي هي جزء من برنامج مصري ضخم في المدن جيل الرابع الزكية التي تقلل تماما من الانبعاثات وأيضا وأيضا وأنا أتكلم هنا مش على مدينة ولا اتنين زي العاصمة لا نحن بنكال عمل أكتر من 20 مدينة مصر بتقيمهم أنا عايز أقول لكم أن إحنا خدنا هذا الخيار رغم أنه ضغط علينا اقتصاديا في ذل الظروف اللي حصلت في العالم خلال الثلاث سن اللي فاتوا سواء كان نتيجة يعني جائحة كورونا وتأثيراتها أو أيضا الأزمة الروسية الأوكرونية ده أمر ضغط علينا لجحنا مستمرين أو استمرنا في هذا البرنامج بأعباءه الاقتصادية في إطار فهمنا وفي إطار مسئوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جدا هي قضية المناخ أنا عايز أقول أن نسبة الاستثمارات الخضرة في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمار الاستثمارات العامة والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-25 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمال الاستثمارات مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة قوي في الإنبعاثات يعني إحنا 6 من 10% من إجمال الإنبعاثات الحرائية العالمية مصر يعني تعد من أكثر الدول تعرضا للأثار الناجمة عن تغير المناخ أصب بكده رغم أنه إحنا زي ما قال إن في 20% 20 دولة في العالم هما الأكثر يعني أكثر من يتسبب في تغير أو في تقديم الإنبعاثات ودولة زي مصر وفي دول أفريقية كثيرا أيضا كده مساهمتها هي الأقل ولكن الضرر الواقع عليها ضرر كبير أوي اسمحولي إن أنا طبعا يعني في إطار مش حاولي التعقيب ولكن يعني أقول كلمة تعقيبا على السيدة أمينة محمد نابل الأمين العام إن أنا أقول أن أهمية أن يكون الالتزام بتحقيق أجندة العمل المناخي متوافقة ومتوازية مع عداف التنمية المستدامة حيث يلعب كلاهما دورا حيويا في تحديد شكل المستقبل البشرية برضو أقول أن نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الأممية والأطراف ذات الصلة لتقديم الإعنات والمنح اللازمة لضحايا الكوارث البيئية أنا بهني المبعوث الرئيس الأمريكي اللي شؤون المناخ سيد جون كيري على كلمات الملهمة وعلى المسئولية والموضوعية اللي اتسمت بيها كلمته وتقديره لحجم التحدي وأيضا الإرادة في المشاركة في مجابة هذا التحدي ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكيف والتخفيف من أثار التغير في إفريقيا لا سيما فيما يتعلق من إنشاء مزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات فضلا عن الدعم الفني للدول النامية يعني أنا بوشيد بالشراكة المتنمية بين مصر والبنك الأوروبي ونتطلع البناء على هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة وستجدوا أننا في مصر مجاهزين مشروعات مدروسة بشكل جيد جدا وقوية وتساهم مساهمة يعني متميزة في هذا المجال وطبعا دعم البنك الأوروبي لنا في هذا المجال حيكون له تأثيره في خروج هذه المشروعات وتنفيذها في الوقت في أفضل وقت يعني أشير بالحقيقة إلى اتفاق بين أوليات وبرنامج العمل الحكومي في مصر وأوليات سياسة وسياسات البنك الأوروبي والمتمثلة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز للسدامة البيئية وتمكين القطاع الخاص اللي احنا بنرى أنه فعلا هو لديه القدرة على أنه يعني الفجوة المالية المطلوبة لتمويل هذه الاستثمارات الهائلة هو الأقدر على تنفيذها أنا مرة تانية برحب بيكم وأتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى وأيضا إن شاء الله خلال نوفمبر القادم في شرم الشيخ سنتحرك بفعلية وقوة من أجل هذا الموضوع الأهم للبشرية بالكامل شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقل شكرا